السلام عليكم يا اهلا بكم. بالفيديو ده ان شاء الله هنتعلم ازي نعمل حساب بيبال خطوة بخطوة للمبتدئين. والحساب ده هيكون غير مفاعل بفيزة. والفيديو جاة ان شاء الله هنجرب مع بعضنا بقى كده. ونشوف الحساب الغير مفاعل ده. ينفع يستقبل فلوس من بيبال ولا لأ. ولو يستقبل فلوس ينفع يحول فلوس بيبال تاني ولا لأ. ده ان شاء الله اللي هنشوفه بالفيديو جاية. لكن دلوقتي تعال نتعلم بقى ازاي نعمل حساب على بيبال خطوة بخطوة. يلا بينا? نضخل على الموقع جوجل ونكتب بيبال. وندخل على موقع رسمي. بيبال. وهنختار من هنا سجل الدخول اللي حسابك على بيبال. عندك بريد الكتروني ولا تسجيل اشتراك? لا تسجيل اشتراك. هتامل حساب شخصي ولا حساب بيزنس? لا حساب شخصي. هنا هحط البريد الالكتروني اللي انا هسجل به دخول بعد كده على البيبال في كل مرة. وفي نفس الوقت هو ده هيكون انوان البيبال الخاص بيا. يعني لو في حد حب يحول لي فلوس على البيبال. هبعط له برضو نفس الايميل ده. تمام? فانا هدخله الايميل هنا بقول لي يمكن المتابعة بحساب ده. بس انا افضل ان ادخله ادويا. اه دي الايميل بتاعي. التالي. انا الانسان. خط رقم تليفون هدخل لي هنا رقم تليفوني. زير وعشرة وبعد كده بيت الرقم. الرقم طبعا انا خفيته لانه رقم برايفت خاص بيا. التالي. بعتنا لك كنت حقق على تليفونك. وصلت الرسالة اربعة عداشر. خمسة تلاتة ستة. انشاء كلمة مرور. هحط له كلمة مرور مكونة من تمن احرف او اقصر. معك تقريبا لحد عداشر رقم. تمام? فاكون من حرف كبيرة. حرف كابتل وحرف سمول وارقام ورموز. تمام? فانا اعمل له كلمة مرور بنفس المواصفات دي. وبعد كده اقول له التالي. لا مطلقا. الاسم الاول انا هعمل دلوقتي اكاونت لحد صعبي اسمه محمد روان عبدالتواب. فالاسم الاول اخليه محمد. تمام? رمضان عبدالتواب. تاريخ ميلاد. نشوف بس تاريخ ميلاده كام? واحطوا. سبع احتاشر عداشر سعمائة ثلاثة ثمانين. وبعد كده هقول له التالي. اسم الشارع هدخله بالي عنوان. وبعد كده اكرر ان انا قرأت اتفاقية الاستخدام. وموقع وانشاء حساب. هنا بقى بقول لي انشاءة الحساب ما الخطوة التالية ارسل المدفوعات وتصوق بكل سهولة باستخدام حسابك. طيب كده الخطوة دي انا سيبها دلوقتي وافتح الجيميل علشان ااكد الحساب بتاعي. افتح الجيميل. اللي هي فيه رسالة جاتني من بي بال. هادي يرجع تصديق عنوان بريدك الالكتروني. تمام? تأكد عنواني انوان بريد الالكتروني. انا كده ماشي معاك خطوة بخطوة هو في انشاء حساب البي بال. مش بقول لك بس دخل البيانات وضغط كزا هو اعمل كزا. لا انا ماشي معاك 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 معاك. ادخل كلمة السر. تسجيل الدخول. اللي كان طم تصديق بريدك الالكتروني مطاع عشان يفتح معايا بي بال. كلام جميل. انا جاب لي خطوة ربط حساب بنكي امريكي. انا بالنسباني ما عنديش حساب بنكي امريكي. تمام? فاقفل دي من هنا كده. اصبح معايا دلوقتي حساب بي بال غير مفاعل. غير مفاعل لي لان انا ما رابطتش بفيزا. تمام? ما اكتفتوش بفيزا. طيب هنا بيقول لي اعداد حسابك للدفع وطلب المدفوعات والتسوق. عملت خطوة واحد من خمسة. نخش عليها كده. بالشكل ده. هنا بقول لي استكمال اعداد حسابك. واحد من خمسة مكتملة. اجعل الدفع وطلقي المدفوعات والتسوق بحسابك ميسرا. اول حاجة البريد الالكتروني مصدق. تمام? اكتفته. رابط حساب بنكي. لا انا مش اربط حساب بنكي. اربط بطاقتك. مماش بطاقة لسه دلوقتي. لان احنا بنشتغل دلوقتي على حساب بي بال غير مفاعل. اضافت صورة ملف الشخصي ممكن احط له صورة. اضغط لها بالشكل ده. ونحط صورة قدر صورتك. اجيب لي صورة مع الدسكتوب. اي صورة مش لازم صورتنا شخصيا يعني. واستغضي مزيد صورة. تمام? تمام. دلوقتي بقى لو دخلت على المحفظة بالشكل ده. ده انا معي فيزا وعايز اربطها. بضط على المحفظة كلمة المحفظة اللي فوق دي. وبعد كده يقول لي اربط بطاقة جديدة او حساب بنكي جديد. تمام? بالنسبة لنا في مصر وفي دول العربية مش متاح ان احنا نربط حسابات بنكية. متاح لنا بس ان احنا نربط بطاقات. نربط بطاقات فيزا او مستر كارد. نعمل حساب البنكي اللي مطلوب ربطه بالبيبال بيبقى حساب بنكي امريكي. فلو انت معك بطاقة عايز تربطها بالبيبال. تضغط على ربط بطاقة او حساب بنكي. وبعد كده هتربط بطاقة سعب او اتمان ولا حساب بنكي بطاقة سعب او اتمان. انا مش هربط بطاقة دلوقتي بس انا بعرفك الخطوات بتمشي ازاي تمام? هنا بتضخل رقم البطاقة وهنا نوع البطاقة فيزا او مستر كارد او امريكان اكس بريس او ديسكور تمام? تاريخ الصلاحية. على فكرة نوع البطاقة بمكتوب عليها. يعني بص كده. يعني مسلا دي بطاقة ازي بي. تمام? البطاقة دي مش شغالة معي دلوقتي. هنا مكتوب الشعار بتاع البطاقة. مكتوب هنا فيزا. البطاقة دي من نوع فيزا. بالشكل ده. لو كرت ده من نوع مستر كارد هتلاقي مكتوب عليه هنا مستر كارد. بدل شعار فيزا. تمام? فالمهم هنا انا بدخل رقم بطاقة اللي تمام او السعب اللي معي. اللي هم الارقام اللي موجودة هنا دي. تمام? الرقم الكبير ده. وبعد كده بختار نوع البطاقة زي مونا. وتاريخ الصلاحية. بيبقى موجود تحت الرقم بالشكل ده. مش عارف زهر في الكاميرا دلوقتي ولا لأ. تمام? اللي هو انا مكتوب تسعة الفين تلاتة عشرين بالشكل ده. تمام? دي الصلاحية. وبعد كده ادخل رمز الحماية للبطاقة اللي هم تلات ارقام اللي موجودين في ضغر البطاقة تمام? في تلات ارقام موجودين هنا. هو رمز الحماية بتاع الكارت بتاعك. وبعد كده العنوان بيبقى موجود تلقاء وبعد كده بتقول له ربط بطاقة. الفيديو الجاي بقى هنشوف نفسنا ازا كان حساب اللي غير مفعل ده ينفع يستلم فلوس حد يحول له فلوس ولا لأ? ولو حد يحول له فلوس وقبل ينفع الحساب ده يحول فلوس لحد ولا لأ? يعني دلوقتي معي حساب بيبقى غير مفعل? وفي حد يبعث لي فلوس سواء شركة او موقع انا اشتعلت عليه او شخصة يحول لي فلوس على بيبقى هنشوف الحساب الغير مفعل ده هيستلم فلوس ولا لأ? وهل بالفعل لو استقبل فلوس هل الفلوس اللي موجودة فيه دي ممكن ابعتها لحساب بيبقى تاني ولا لأ? ده ان شاء الله هنشوفه بالتجربة الفيديو الجاي. ما تنساش تدعمنا بلايك على الفيديو علشان نستمر. بالتوفي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.